التخلص من ثقافة الانتقام قناعة لا بد للمحنكين في صنعة السياسة وأوراقها أن يعوها في شارع عراقي عانى ويلات الحصار ثم الحروب ثم الحرمان من الحقوق وتلك التقاطة تراها عيون من يراقبون بشدة كل رئيس وزراء يتسلم قيادة الفريق الحكومي في بغداد حيث أن الدولة العراقية والكلام لباحثين طالما صاغتها ثقافة الثار والانتقام والسوداني في مقابلته الأخيرة على قناة الجزيرة عبر عن رفضه الانتقام من الشخص الذي كتب تقريرا أمنيا عن والده أثناء حكم نظام العراقي السابق والذي تسبب بإعدام والده بحسب السوداني مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية تتبع المقابلة بتحليل يفيد بأن السوداني لم ينتهز فرصة مناصبه التي تولاها في مرحلة ما بعد 2003 ولم يستغل تلك المناصب في الانتقام وهذا ما يحتاجه العقل السياسي في العراق المركز رأى أيضا أن العراق بحاجة لترصيخ مبادئ التسامح والتخلي عن عادات وتقاليد جاهلية تنهي دوامة سفك الدماء والذهاب إلى الوحدة وليس إلى الفرقة ويطمح العراقيون في استطلاع مركز الروابط مع نموذج رفض الانتقام أن يحقق ما يصب إليه البلد سيما مع فرصة تاريخية يمتلكها لصناعة استقرار اجتماعي وتقدم سياسي وتمكين البلد أيضا في استعادة مكانته العربية والإقليمية والدولية اشتركوا في القناة